هايز ابدأ معكم ردود الافعال بعد نتيجة الامس يمكن ردود الافعال كانت متبينة عدد كبير جدا من الجماهير كانت بتتمنى بالطبع ان الاهل يحرز هدف في مرمى الترجي في تونس لان فريق الترجي كمان وهي الفلسفة فريق الترجي ما اختلفتش عن المباراة اللي فاتت وكنا دائما بنتكلم ان فريق الترجي عنده فلسفة واحدة عنده عناصر سبتة ما بتتغيرش عنده طريق تلاهب واحدة ما بيغيرهاش ميجل باردوزو المدير الفن البرتغالي لفريق الترجي التونس ولكن نقدر نقول هي اسوأ نتيجة ايجابية دايما لعبت القورة لما بتحلل نتيجة التعادل السلبي في لقاءات النك أو تزهاب والقياب بيبقى التعادل السلبي اسوأ نتيجة ايجابية في ظل تطبيق قاعدة احراز الهدف خارج الارض بهدفين فعلى هذا الاساس الكل طبعا بالتأكيد عنده استعداد جيد للقاية العودة ان يكون فيه حماس كبير فيه مسندة قوية فيه تركيز شديد جدا على لقاء العودة لان اللقاء هيكون اصعب كتير من لقاء الزهاب والفرص اللي هيتم يعني منحها في اللقاء هتبقى فرص قليلة جدا بس الفرصة اللي تجيلك لازم تستغلها الفرصة اللي تجيلك قدام مرمى فريق الترجي لازم تبقى اسد قدام المرمى باي حال من الاحوال الكورة وانت في الست يارضات او في التمنتاشر لازم تلعب بقوة لازم تبقى رجلك على المرمى بشكل قوي لازم التركيز يكون كبير لازم جماهير النادي الالف التسعين دقيقة تحرك الصخر لازم المسندة والتشجيع في اول ربع ساعة يخلي مدرب الفري المنافس مش قادر يكلم لعبته مش قادر يوصل اي تعليمات فنية في اول دقايق خدوا بالكو جزء من التاكتك اللي ممكن اي مدرب يعمله في اي لقاء الدفعة الاولى ضربة البداية وانت نازل في اول اللقاء ده مهم جدا على فكرة باتش القط الكاميروني انا دايما بحب اتذكر هذه اللحظات التاريخية لان انا عشتها في استاد القاهرة واللحظات دي بسببها الاتحاد الافريقي منح جمهوري النادي الاهلي افضل جمهوري في القرى الافريقية الجائزة دي ما تمنحتش الحد الجائزة دي ما خدهاش حد في افريقيا طلعت في لحظة وفي توقيت معين لان كان الجمهور هو رقم واحد في انهاء البطولة من اول ربع ساعة على القطن قبل حتى ما تسافر جروة التشجيع اللي ممكن يعمله جمهوري الاهلي في التالت شمال وفي جل جنبات استاد القاهرة هيكون حاسم بشكل كبير مش عايزين تشجيع قبل المطش بساعتين ثلاثة مش عايزين حضور جمهوري قبل المطش بست سبع ساعات ركز من الساعة تمانية للساعة عشرة بس مش عايزين من نقو غير الساعتين دول تركيز كبير تشجيع مسندة غير طبيعية عايزين نسمع كده الصوت العالي للجمهور في استاد القاهرة يخلي حتى الفنين المنافس هوه على ارضية الملعب بيبقى مرتبك مش قادر يبصي كورة مش قادر يطلع بالكورة خدوا بالكم الحاجات دي بتفرق كتير جدا فجمهور الاهلي عليه دور كبير جدا في لقاء العودة لا يقل عن دور مارسل كولر لا يقل عن دور اي لعب في الفريق